طيب بالنسبة بقى لترويج الشائعات اللي هي المحرضة يعني للوطن وبس يعني ضرب المعنويات والإحباط أخبارها إيه؟ طيب الشائعات اللي هي موجودة دلوقتي زي خلال الفترات اللي فاتت فيه كانت شائعات كتابة مثلا فيه شائعات دلوقتي تلايه برضو الكتابة الإلكترونية عاملها عشان يضرب السياح للأسف شديد ودي على فكرة بتبقى يعني مربوطة أو روابط من الدول المدعمة الإرهاب ويتم رصدها ويتم نشرها عن طريق الكتابة الإلكترونية اللي موجودة في مصر سهل جدا إن الإدارة العامة الكتابة المعلومات تكشف الداخلي اللي هي الأكونتات اللي موجودة داخل مصر لما تم رصد هذه الشائعات خلال المرحلة اللي فاتت وتم كشفها على فكرة تم القبض على عدد من المتهمين وجاري خلال مرحلة مجبلة على فكرة ضبط عدد من المتهمين الأخطر بس عشو هجاوب على سؤال حضرتك ودي نقطة إحنا بنواجهها التشير تلاقي مواطن عادي مواطن عادي يلاقي أتكونت فيك عامل شائعة تضر بالأمن القومي أو شائعة تصدر حالة من الأحباط لدى الناس في الشارع يشيرها يا فندم ياللي بتشير أنت بتشارك في جريمة يعني خد بالحضرتك ده بيشارك في جريمة طبعا طبعا لما بنجيب المتهم الأصلي وبيتم ضبطه وكشفه بمعرفة اللي دارة عملتك خلال معلومات حسب الفعل وحسب الجرم إذا كان الفعل شائعة فيها مثلا تحريض على الدولة على فكرة العقوبة قد تصل العقوبة فيها إلى خمس سنوات سلطة تقديرية للقاضي وهنا العقوبة يعني فيه تغليز للعقوبات على حسب الحالة اللي جاية طبعا على فكرة مش لازم نشترط بالقانون اللي هو سنة أو تلت سنين طبعا لا لا يا فندم يعني حسب الحالة ممكن يتم تغليز للعقوبة يعني مثلا حد حرد على الدولة المصرية وتحريض علنا يصل إلى المؤبت يا فندم على فكرة الناس مش عارفة القانون في منتهى الخطورة على فكرة هذا القانون رعينا فيه عشان ما حدش يفسر كلامنا أن احنا بنكمل أفوال لا 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 هذا القانون رعى حرية التعبير عن الرأي ده اللي احنا بنكلم فيه إن فيه فرق ما بين حرية رأي وما بين فكرة المعلوم لابد يعني فيه تطور تكنولوجي والدولة دخل على مرحلة تحول رقمي والسيد رئيس الجمهورية ممكن كان مجتمعا بالأمس مع سيد وزيرة صلاة وأكد على منظومة التحول الرقمي وقعد النهاردة سيد رئيس الجمهورية التقى بوزير التعليم العالي وأكد على إنه ينشئ جامعات تكنولوجية القيادة السياسية حقيقة والدولة المصرية بتهتم اهتمام كبير جدا بالتطور التكنولوجي بشكل كبير جدا احنا عندنا دلوقتي سبع مناطق تكنولوجية ومشاء الله في عدد من المحافظات برج العرب وأسيوت والسادات وهيتم إنشاء في دميات ومحافظات أخرى بنهتم بالتكنولوجيا بشكل كبير لكن على الجانب المقابل سلبيات السوشيال ميديا بيتم استخدامها بشكل كبير جدا طب أنا يهمني برضو فكرة إن ساعات كتيرة بنلاقي إن حد بينشر المعلومة الغلط ويجري يعني يقفل الأكاونت بتاعه خلاص إحنا مش عارفين نوصله إحنا مش عارفين نعمل أي حاجة ده برضو أنا محتاجة إن حالتك تطمننا فيه إلينا إحنا بنشوف كتير قوي ناس بتبعت لنا أخبار غريبة ومعلومات غريبة وفاكة هو فين الأكاونت يا جماعة إذا كان داخل مصر سهل دابطه طب وخارج مصر يعني فيه تنسيق دلوقتي الدولة المصرية بالتنسيق مع حسب الدولة بقى اللي بيكون منها الأكاونت ده بيتم التنسيق في هذا طيب أنا معايا ديئتين أنا محتاجة أستثمرهم مع حضرتك بشكل كده يعني ودي وأخوي للمشاهد الكريم وتدي له كده زي ما بنقول كده احتراس خلي بالك ما تعملش كذا وما تعملش كذا يعني زي الرشدة كده ممتاز طيب إحنا الآن أمام قوانين سوشال ميديا إحنا دلوقتي داخلين على مرحلة تحول رقمي ومجتمع تكنولوجي دلوقتي منظومة التحول الرقم في مصر بدأت تتطبق بشكل كبير وإحنا شايفينها في بعض زي الهاية القوامية البريد مثلا خلاص دلوقتي أنت بتروح تطلع شهادة برائد الزمة من الهاية القوامية البريد شهادة المخالفات من الهاية القوامية البريد ده عشان بس الناس تبقى عارفة إيه هو التحول الرقمي ده يبقى المجتمع الرقمي الحكومة الإلكترونية مع التطور التكنولوجي الهائل ده بنتواكب معه بقوانين وتشراعات سوشال ميديا قلت لحد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية وده بيكافح ويواجه الجريمة الإلكترونية بكافة أشكالها وصورها عندنا القانون الثاني حماية البيانات الشخصية وعندنا القانون الثالث التجارة الإلكترونية بعد الانتهاء من هذه القوانين إن شاء الله بإذن الله هتنتهي على إمتكنا إن شاء الله مع نهاية طبعا دور الانعاقات بإذن الله هننهي آخر قانون هو قانون التجارة الإلكترونية وده بيعمل دوابط ومعايير زي ما قلت الإعلانات على السوشيال ميديا ترجمة نانسي قنقر